اشتركوا في القناة على هامشي دورة تسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة إلى السحراء المغربية السيد ستفاندي مستورا بطلب من هذا الأخير وفق ما أفاد به بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ووضح البلاغ أن هذه المباحثات التي جرت بحضور يا سفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة سيد عمر هلال شكلت مناسبة لاستعراض الدينامية الدولية الحالية بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المملكة على سحرائها والتي تؤيدها العديد من الدول لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتية قال وزير الشؤوني الخارجية والتعاون الفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناسر بوريطا قال بنيويورك أن الدينامية الدولية المتنامية الدعمة لمغربية السحرات تؤكد مسارا لا رجعت فيه لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي يقوم حسرا على مخطط الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية للمملكة وحدة الترابية وفي تسريح للصحافة على هامشي الدورة التاسعة وسبعي لجمعية العامة الأمم المتحدة كدى بوريطان هذه الدينامية ثابتة تسائل الأمم المتحدة بدرجة الأولى وتدعوها إلى بلورة انسجام داخل المنتظم الأممي وعلى أرض الواقع يؤكد بجلاء أن المخطط المغربي للحكم الذاتي الذي قدمته المملكة في سبع وألفين يعد الحل الوحيد لهذا النزاع في احترام كامل للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية وطنياً وتزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد احتضن المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بالرباط النسخة الثانية من فعاليات الأبواب المفتوحة مبادرة تندرج في إطار تفعيل برنامج عمل الوكال الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024 المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بالرباط يحتضن النسخة الثانية من فعاليات الأبواب المفتوحة المبادرة المنظمة بتعاون مع جمعية بيكالا بايكس تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية يستقبل مجموعة من الأطفال في إطار الشراكة مع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وأيضا جمعيات المجتمع المدني وهو يقدم مجموعة من الأنشطة التعليمية المجانية الهدف منها تلقين الأطفال مبادئ السلامة الطرقية ويوفر المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية فضاء تربويا يحاكي مختلف الوضعيات المرورية التي تناسب سن ومستوى إدراك الطفل ويهدف إلى التعرف على مكونات الفضاء الطرقي واستئناس الأطفال بقواعد السير والمرور فضلا على التحسيس بمخاطر حوادث السير ومخلفاتها اختتمت بدار البيضاء شغالوا الدورة الرابعة والعشرين لأيام المغربية للبيولوجيا السريرية التي تنظمها الجمعية المغربية للكيميا السريرية والبيولوجيا الطبية شيما باك بدار البيضاء اختتمت أشغال الدورة الرابعة والعشرين للأيام المغربية للبيولوجيا السريرية التي تنظمها الجمعية المغربية للكيميا السريرية والبيولوجيا الطبية على مدى ثلاثة أيام عرف هذا الحدث العلمي تصلت الضوء على مجموعة من المواضيع المتنوعة والهامة ذات السلة بمستقبل البيولوجيا الطبية المشاركة في الأيام المغربية للبيولوجيا السريرية هي دائما شرف كبير بالنسبة لي هذه الدورة تميزت بتقديم محتوى علمي جدغني وبمشاركة عدد مهم من المتخصصين فضلا عن الجودة الاستثنائية للمتداخلين الأيام المغربية للبيولوجيا السريرية في دورتها الرابعة والعشرين حققت نجاحا كبيرا بمشاركة ثمانمائة وخمسين منخرطا وتقديم أكثر من مائتي وتسعين بحثا من قبل الطباء متدربين شباب ومقيمين وباحثين في البيولوجيا الطبية المشاركون في هذا الحدث ناقشوا أيضا الذكاء الاصطناعي ولسيما معالجة القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدامه المتزايد في المجال الطبي ومن الدار البيضاء إلى مراكش اجتمعت نساء حزب التجمع الوطني للأحرار ونساء حزب الشعب الأوروبي لمناقشة مسألة تمكين المرأة وذلك في طار الأكاديمية الخريفية لحزب الشعب الأوروبي حزب الشعب الأوروبي وبشراكة مع الفيدرالية الوطنية لنساء التجمع الوطني للأحرار ومؤسسة كونراد إدناور عقد بمراكش أكاديميته الخريفية لمناقشة مسألة تمكين المرأة هذه أول مرة في العملهم لكي ينضموا هذه الأكاديمية خارج أوروبا وهذا كي يبين الأهمية التي يعطيها البلدنا الحمد لله في التموقع ديالها للجغرافي والسياسي والجيوستراتيجي كانت مناسبة باش عمنا لهم تقديم على المغرب وعلى السياسة ديال بلدنا وعلى الدينامية اللي كيعرفها المغرب رغم التحديات اللي كيعرفها العالم أو اللي كيعرفها التحناف عدة ميادين في داخل المملكة وإلى جانب مسألة تمكين المرأة نقشت الأكاديمية أيضا العديد من المواضيع من قبيل المناخ والطاقة بالإضافة إلى الديمغرافية والاقتصاد مع تصلة الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات والتعاون شمال جنوب وعبر تقنية الفيديو أكدت كل من روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة تعليم المرأة والاعتراف بها على قدم المساواة مع الرجال أشرفت لجنة ملكية بتحنوت بإقليم الحوز على تسليم هبتين ملكيتين لشرافاء الزوية الأمغارية بمولي إبراهيم ودريح مولي عبدالله بحسين بتمسلحت وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاة جلت المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثرى سكينا مسوية استكينة والخشوع أجواء طبعت حفلا دينيا أشرفت خلاله لجنة ملكية على تسليم هبتين ملكيتين لشرافاء الزوية الأمغارية بمولي إبراهيم ودريح مولي عبدالله بن حسين بتمسلحت إقليم الحوز وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثرى الحفل الديني تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد أمداح نبوية كما رفع الحاضرون أكفة دراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبي برحمته على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما في سياق أشرفت لجنة ملكية بإقليم بن ملال على تسليم هبة ملكية لشرافاء الزاوية القادرية البوتشيشية وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثره لجنة ملكية أشرفت بإقليم بن ملال على تسليم هبة ملكية لشرافاء الزاوية القادرية البوتشيشية وذلك بمناسبة الذكر السادسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثره وبالمناسبة تدرع الحاضرون بالدعاء الصالح إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير مولي الحسن ويشد أذر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير مولي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما رفعت أكف الدرعة إلى الباري تعالى بأن يمتر شأبيب الرحمة والمغفرة والردوان على روحي جلالة المغفور لهم محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهم فسيح جناته في أشاني الدولي بدأت سلطاته في ولاية جنوب شرقية الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلن في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير الطرق وجسور وأدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فيرجينيا وقال مسؤولون إن الإعصار تسبب في مقتل ملايقل عن تسعين شخصا في ولايات سوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وفيرجينيا بدأت أو دوليا دائما أسفرت فيضانات وانزلاقات وتربة التي تسببت بها الأمطار الموسمية في النبال وخصوصا في العاصمة كاتماندو عن مقتل مئة واثنين وتسعين شخصا على الأقل وفقا لحاصيلة جديدة نشرت اليوم وأعلنت السلطات النبالية إغلاق المدارس لثلاثة أيام بسبب الأمطار كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جميع الطرق من وإلى العاصمة منقطعة هذا وتسببت الأمطار إلى جانب الخسائر في الأرواح بأدرار واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الإبلاغ عن ستة ألاف وستمائة وثلاثة إصابات مؤكدة بجدارية القردة في خمس عشرة دولة إفريقية بما في ذلك ثلاثين حالة وفات وذكرت أنه تم تسجيل أربعمائة واثنين إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي ولا تزال هناك تحديات تواجه الإختبار والتشخيص والتأكد من حالات الإصابة في الكونغو الديمقراطية نعود للأخبار الوطنية سلطت ندوة نظمت بمراكش الضوء على التجربة الشعرية للأديب عبدالرفيع جواهري وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين في مجال الشعر ومثقفين سكينة مسوية هي ندوة نظمت بمراكش استلطت الضوء على التجربة الشعرية للأديب عبدالرفيع جواهري حيث تم التطرق للأعمال الشعرية لهذا الكاتب المبدع من خلال قراءات في تجربته الشعرية لحظة مهمة جداً لالتفات أو لإعادة النظر في الأعمال الأدبية والشعرية وأيضاً الكتابات السياسية والاجتماعية التي قام بها عبدالرفيع جواهري وهي بمناسبة لها أهمية كبرى في المشهد التقافي المغربي تحتاج إلى قراءات نقدية وليس إلى متابعات صحفية الندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للقصيدة العربية المصورة الذي تنظمه جمعية وشمل الثقافة والفن بمراكش المهرجان القصيدة العربية المصورة جاء محكوماً بمجموعة من الدوافع لسيما وأن الشعر هو أيقونة حضارتنا والهدف أيضاً هو توسيع وعاء متدوقي الشعر باستثمار التقنيات الجديدة المتدخلون في هذه الندوة أبرز أن تجربة الشاعر عبدالرفيع جواهري في الكتابة الشعرية قدمت إضافة مهمة نهضت بالقصيدة المغربية وجعلت منها مادة للشعر الغنائي ألهمت العديد من الفنانين المغاربة رياضياً بصم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على أداء مميز أمام المنتخب البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للفتسال ببخارة رغم الهزيمة بثلاثة هداف لواحد المنتخب الوطني المغرب لكرة القدم داخل القاعة بصم على أداء مميز أمام المنتخب البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم 2024 ببخارة رغم الهزيمة بثلاثة أهداف لواحد الحمد لله كل واحد اللي قادر مجدود يالو كل واحد مسكين اللي يدخل في تيران بغادي يفرح بلاده وبغادي يفرح بلاده وبغادي يدر كل شي باش نربحه الماتش وحنا دخلنا في الماتش متعقاب باش نربحه الماتش عادي كادي يكتب الله كنا كنت منه ونا نمشي وبعيد في هذا كأس العالم ولكن مصر دينا حبس هنا الحمد لله لكل حال كم بغين شكور المجموعة كاملة على شخصية القوية وقتال يديا لهم رغم الإصابات وكل شي والحمد لله بقينة الآخر راما أسود القاعة النجح في إحكام دفاع المنطقة وفي صناعة العديد من الفرص الخطيرة أمام أبطال العالم خمس مرات والذين بصموا على مستويات كبيرة خلال هذه السنة بسجل خالل من الهزائم وانتصارات عارضة لسيما في دور المجموعات المهم إحنا رحنا مع الثمانية اللولين في العالم أكدنا أن هذه المرتبة رحنا تنستحقها وأكدنا أن يعرفوا أن هنا العديد من المنتخبات التي تتشتغل هذه السنين وما زال ما وصلتش لهذا قبل منا وما زال ما وصلوش لهذا فتنظن أننا في دارة مشروع كبير وآمنات بهذه اللعبة وما خشي وقف العمل هنا أكدنا ما زال نجتهده وإن شاء الله واحد الوقت قريبا سيكون المغرب إن شاء الله في البديون تهو بوصوله لدور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة يؤكد المنتخب الوطني الذي قدم أداء مشرفا ضد أبرز مرشحا للتتويج باللقب إنجاز النسخة السابقة بليتوانيا 2021 والتي توقفت مسيرته خلالها على يد نفس الخصم بهدف دون رد ورياضيا دائما توجى المنتخب السعودي للفروسية بطلا لكأس الأمم الفين واربعة وعشرين في القفز على الحواجز ضمن المحطة الثانية للدورة الثالثة عشرة لدورة الملكية المغربية الدولية الذي احتضنه المركب الملكي للفروسية وتبوريذة دار السلام بالرباط على مدى أربعة أيام سكينا مسويح المنتخب السعودي للفروسية يتوج بطلا لكأس الأمم الفين واربعة وعشرين في القفز على الحواجز وذلك ضمن المحطة الثانية للدورة الثالثة عشر للدور الملكي المغربية الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريذة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتويج الفريق السعودي جاء بعد أن أنهى المنافسات بمجموع نقطتين كجزاء متقدما على منتخب إيطاليا الذي سجل ثلاث نقاط كجزاء أما المركز الثالث للمسابقة فعاد للمنتخب البلجيكي حامل لقب الدورة الماضية الحمد لله شكر الله وفقنا فالجورة أولا ما كنا متقدمين بس حمد لله كنا عارفين أننا في الجورة الثانية نقدر كمان نتقدم زيادة الفرسان السعودينا زملائي في الفريق كلهم أفطال أخوي رمزي وأخوي خالد ومشاري كلهم ما شاء الله ما قصروا دورة هذه السنة التي ينظمها الدورية الملكية المغربية الدولي للقفز على الحواجز تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية تعرف مشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة إلى جانب أبرز الفرسان الأجانب الذي يمثلون مختلف القارات بهذا مشاهدنا الكرام نوقع أن يتنشر شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء